كريم ابو حسين ومنتصر الرفاعي الاتنين دول لما بيجمعوا مع بعض بيعملوا جو لطيف اوي الصراحة في الحلقة يعني الاتنين بتحس ان هم سنائي متفاهم جدا ومش عايز حد يفهم سنائي دي يعني اقصد كابل او حاجة اقصد سنائي يعني اتنين اعلاميين لما بيظهروا مع بعض تحس الموضوع كويس كده ما بينهم وفاهمين بعض فيه كيميا كده ما بينهم وبرضو الكيميا دي ما لهاش علاقة بالسطرين عشان برضو ما حد شفهم موضوع ده غلط لكن اقصد ان يعني فيه تناغم وتفاهم ما بينهم هما الاتنين المهم خلينا وريكوا الاتنين وهم قاعدين في وصلة تعريف لكل المصطلحات هما بيشرحوا قد ايه مرتضى منصور رئيس نادي ناجح جدا اقتصاديا ورجل المفروض يتعملوا تمثال فخلينا شوف كانوا بيقولوا ايه وبعدين نرجع ركمبي الكلام طب على المستوى الاستثماري انت لما تجي تقارن ماذا فعل المشار مرتضى منصور في ملف امام عشور وملف الكهربا في المقابل حتقنوا بالنادي الاهلي النادي الاهلي يا كريم الكهربا كان معروض عليهم محمد ناصر عادي بكي بدل الدموع دم مختلفناش انما في يوم الايام قال لك كهربا عايز راح نزل الكابت المحمود الخطيب وقتها ماخدش كهربا بسرعة مليون جنيه رجع قد كهربا بعد ما هرب بالنادي الزمالي بيتين ونصف مليون دولار فعلا ما هربوا منازم بيتين ونصف مليون دولار يعني بتكلم في كام دلوقات تتكلم داخل على سعين مليون جنيه طيب احسان الشحات وقع في النادي الاهلي بعشرة مليون جنيه ما كان في باس المقاس راح قعد يعني كهربا دا لبس برنيتا في عاديش البرتغالي بيتين ونصف مليون دولار نفس الكلام حسان الشحات بعشرة مليون جنيه مصري مريديوش هالك ده مش عارف ايه راح لعين الامارات السنة رجع بمية وخمس مليون جنيه طيب عندك امام عشور باقي في عقده سنة يابني جدد وشوفنا المشهد والبكاء والدموع والعيات والكلام ده كله مش شو المتادة يقول لي تاكن زي زيزي وقعدوا الكلام ده كله واني شاكل مش بباقي في عاديه سنة مش هيجدد راح لبس برنيتا رجع بلتلتة ونصف مليون دولار غير عاديه نعم دا لبنهارده المتادة مصور كهربا نفسه بسبعة مليون جنيه عارو سنتين بتلتة ونصف مليون دولار ودلوقت اتنين ونصف مليون دولار ستة مليون دولار يعني زمالك يسب ستة مليون دولار فيهم هو قابل واحد بيشتريه بمبالغ مالية بعد ما رفض بسنع مليون جنيه مصري نفس الكلام يا مهم عشور باثناشر مليون جنيه مصري بقى في عاديه سنة دا انا راجل المفروض اتعمل لتنسال والناس تسقف لي جمهوري تسقف لي انه لاعب قلت انا يا مام عشور صعبان علي لانه حيبقى مصيره زي مصير الكابتن رد عبد العال زي مصير الكابتن محمد صدير زي مصير الكابتن طارق السيد او زي مصير ناس كتيرة جدا طارق السعيد رحت نادي الزمالك واول ما خلصت مهمتها والكابتن نادر السيد راعنا عالبكة قالك انا ندمان ولا يوم في الزمالك يعني ياريتني عدت يوم في الزمالك بمئة سنة في الاهلي فانت مسيرك هيبقى نفس الكلام دا لان هو بياخدك يعني كيد في نادي الزمالك مش عايز اقول كيد ايه لأول مرة الصنارة العلم اللي هو في المدرجات هي لغة الصنارة بلغة المدرج اللي علاها صالح سليم اتشالت مبارح بالأمر بالأمر طيب انا قلت في المقدمة انت ممكن تعمل صفقة كيد نسا طيب ايش عايز تقولها انا قلت صفقة كيد نسا مثلا عشان تدايق الزمالك او تدايق مصير مرتدة مثلا هو مش كده بقى في مثلا في الكهرباء لكن تعمل صفقة كيد نسا مع صالح سليم واحد تجاوز حق صالح سليم وتجاوز حق جماهير الاهلي طيب احنا هنا هنقسم الكلام على جزئين احنا الاول هنتكلم على conscious الاستثمار القصة العبقرية اللي شرحها الاستسامل التصير الرفاعي بعيدا عن ان كالعادة يعني احنا بنعرفين احنا كلنا عايشين في كوكب وقناة نادي الزمالك في كوكب تاني احنا كلنا بنشوف اخبار بنعرف معلومات بنتبع كورة بيبقى يعني في حياة معين احنا عايشينها هما في نادي الزمالك بيبقى او في قناة نادي الزمالك تحديدا يعني عندهم كوكب تاني عايشين في يعني الناس كلها مسلا بتقول لك صفقة امام عشور بتلاتة مليون دولار والودي تنزل عن ربعمائة الف دولار عشان يجي الاهلي فانت دفعت اتنين ستمية هم طبعا لسه هناك مقتنعين ان الصفقة الاهلي دفع فيها ربعة مليون وربع وبتاع ونفس الفكرة حسين الشحات اللي قال لك اصل حسين الشحات كان معارض على الاهلي بعشرة مليون وبعدين راح اشتراه بمية وخمسين مليون اللي هو كانت صفقة حسين الشحات سعيتها مكلفة حوالي خمسة وسبعين مليون جنيه هم خلوها مية وخمسين يعني مش موضوعنا بس هنا عجبتنا اول نقطة العبقرية اللي انت قلتها بصوص منتصر ان كهربا كان معارض على الاهلي بسبعة مليون جنيه فالاهلي راح اشتراه باثنين ونص مليون دولار كوكب البطيخ يعني ده ده كوكب الليفت مش كوكب البطيخ انا اشترك قبل كده ان الناس اللي عايمة في مية البطيخ دي لسه ناس في جزء منها بيبقى واعي في ناس بتعدي المرحلة دي بتبقى عايمة في مية الليفت دي قناة نادي الزمالك مية الليفت في قناة نادي الزمالك ما عندهمش معلومة ان الكهربا جي الاهلي ببلاش وان كهربا كان عنده شرط جزائي في عقده بربعمائة الف يورو هو اللي دفعه فبقى لعيب حر للنادي البرتغالي وجي الاهلي ببلاش بس هو بيقولك 2.5 مليون دولار اساس العقوبة اللي برضو هم عارفين ان العقوبة دي على الكهربا والنادي البرتغالي اللي فيه خلاف يقولك لقى كهربا يدفع على الواحد ولا كهربا والنادي البرتغالي حاجة خالص قال ان الاهلي هيدفعها سواء كوكب البطيخ. المهم احنا هنروح للقصة الاهم. وان السيد مرتضة منصور ناجح جدا اقتصاديا وحقق انجازات لنادي الزمالك لدرجة المفروض يتعمل له تمثال. لان احنا ما بنتكلم على الحاجات دي بنتكلم طبعا على امثلة قليلا. يعني مسلا ما حدش هيجيب لك سلية سبورتنجلشبونة. حدش هيقول لك ان سبورتنجلشبونة العقوبة بتاعتهم بقت مليون ونص دولار. بعد ما كان مفروض علينا حوالي ربعمائة الف دولار. بقوا مليون ونص. برضو ما حدش هيحكي لك على مارتوميو لما بيعنا محمد ابراهيم لمرتومي بورتغالي بربعمائة الف يورو. ولما محمد ابراهيم فشل وحب يرجع روحنا لشتريه تلتمائية وخمسين الف يورو على قصات. ما دفعناهمش. فطالع علينا حكم بتمنمئة الف يورو. وبعد كده لما محمد ابراهيم منجحش معنا ورحنا نبيعه ونسينا ان احنا لما نبيعه هندفع نسبة للنادي بورتغالي فبقى علينا مليون يورو لنادي مارتوميو البرتغالي اللي دفع علينا ربعمائة الف يورو اصلا في الاول. طبعا يعني الاقتصاد فارتك الترينك. هلك الناس دي لوحدها? لأ. هتلاقي ان في واحد اسمه اتشنبونج. واحد كده من اللعيبة اللي صحي منهم لقى نفسه خلاص يترمى برا نادي الزمالك. ورح خبت حكم في الزمالك مش عبت ناشر الف دولار ولا خمسناشر الف دولار. خد رقم كده تافي. لحد نما حد اكيد اكيد من جوه نادي الزمالك حاب يواجب مع الواد طلع له الورق الاساسي بتاعه وطلع له العقوب بتاعته وطلع له كل حاجة. فراح اخد معاد تاني الجلسة تستقناف. فكان في امير متضى منصور هو الوحيد اللي عنده الايميل بتاع واللي بيجي له عليه الجلسات دي. وكان نايم ما كانش في واضي ساعة وقت الجلسة. كانت جلسة على زوم. جلسة تابعة الفيفا. او تابعة الكاس. او ايا كان الاسم او ايا كانت الجهة اللي كان بتحقها. المهم يعني ان هو نام وخرر نام ليش دعوة. فطلع عليهم حكم تسعمائة الف دولار. طيب كريستين جروس العرب ليه ستمائة اتنين وستين الف دولار. وقت حكم على الزمالك. عشان هو كان ليه باقي مستحقاته. ما اخدهاش فرح رفع عضية. مش عارف ايه. طب هالجروس لوحده? لا يا جاد عدا جيمي باتشيكو اللي بيطلع يشتغلهم بعد ماتش السوبر. وطلع لك انا دلوقتي بس عرفت ليه مستشامة نصور. مرضاش يرجع يلعب. مرضاش يجي يلعب ماتش السوبر. جمهور الزمالك يتلع وراء الله. الله عليك يا باتشيكو. ولا اي قذيفة جاءت يا باشا ولا اي حاجة ولا امك. ده اصلا رفع عليهم اضيف في فوليه بحوالي نص مليون دولار ربعمائة وستين وربعمائة وسبعين الف. ساسي جدد يا ساسي جدد يا ساسي. هو اصلا رفع عليهم اضيفة وليه ستمائة وخمسين الف يورو. حمد النقاز ليه واحد وثلاثة مع عشرة مليون يورو. خالد بطيب واحد من احلى الصفقات اللي جات نادي الزمالك اللي لعب تقريبا تلتاشر ديئة. ليه عندهم اتنين وسبعة من عشرة مليون يورو. فنادي الزمالك طبعا نادي اقتصادي كبير نادي الزمالك بيعرف يدير او الادارة بتاعة نادي الزمالك بتعرف ازاي تدير كل المشاكل دي واقتصاديا بتعرف تكسب كواس جدا بدليل ان نادي الزمالك دلوقتي محكم عليه الفلوز بتاعته محجوز عليها عشان ممضوع حباس لي مش عارف خمسين مليون ولا سبعين مليون عشان الاقاب cooling مختلفة يعني وفي ميتين مليون جنيه للضرايب ميتين وسبعين مليون جنيه ادي قصة كلها العنانة الزمالك العمال يقول لك الحرب الحرب الحرب. قصة كلها في امتين وسبعين مليون جنيه. بس فلوس مش موجودة متفهمش ديه اخي مع ان هم على طول بيعود يقول لك ان احنا بنبيع العيبة واقتصاديين ونحن بندينا النادي النهري وهو اللي مأكلنا هو وهو الغار الحمامات وهو اللي نظف المباول والحاجات اللي هم بيعود يقولوها دي. بس برضو نادي مزنون. الاحنا بقى من كده لما حابوا بيرموا الموضوع الناحية التانية وفتحوا النقاش الجميل بتاع امام عشور وامام عشور هيبقى مصيره زي مش عارف مين زي طريق السايد طريق السعيد طريق السعيد معلش ومش عارف ايه والناس دي بعد ما لعبت في الزمالك لعبت في الاهل ولعبت في الاهل مليه مليه عشان هو بينسى المهم يعني يجاب لك تلاتة ربع العيبة اللي هم طريق السعيد ومحمد صديق ومش فاكر قال مين تاني كده قالك على كام لعيب راح وبص وهم جايبين الصفقات دي عشان كد مش عايز اقول ايه فالاستاذ كريم ابو حسين لحقه وقال له انت مش عايز تقول الكلمة هي كد نسى هو فعلا يا استاذ كريم انا معاك احيانا الاهل بيعمل صفقات كد في النسى احنا نحب نكيد النسوان قوي يعني انت عارف لما بنلاقي نسوان كده قاعد عمالات صيح بنحب نكيدها فيعني مهم الصفقة مش كد نسى بس لان اللعيب لعيب محدش يقدر يختلف على امكانيات امام عشور كلعيب والله اعلم هيفيدنا ولا لأ يا جادعة دا جاي في نفس الوقت اللي انت بتبيع فيه واحد من اهم نص الملعب في الفريق اللي هو الحمدي فاتحي فاكيد الواد لي فرصة ان هو يلعب لو انتوا عايزين تشوفوها كده في النسوان بس فمالش يعني احيانا بتبقى في النسوان كده بتحب الحزق فبتحب تشوف ان اي حد بيعمل اي حاجة عشان يكدها بس ويدايقها وميلحوني وظلموني ويعني مش موضوعنا دلوقتي مش هنتكلم في القصة دي المهم ان انت وانتو الاتنين عملين تصيحوا كده مع بعض فاطلي عستاذ كنينة وحسين قال له عارف عارف ان السنارة اللي هي العالم الكبير بس هيها بلغة المدرج اسمها سنارة امبارح اول مرة سنارة صالح سليم ما تكونش موجودة بالامر والسنارة فين استاذ كريم انا لو قلت لك السنارة فين اكاونت تيك توك هيتقفل تاني وممكن اخد بان على اليوتيوب او اخد بان على الفيس بوك واعتقد ان انت اقل من ان انا اخد من عليك بان بسراعة عشان اكون ايه لك السنارة فين يعني انت كده كتعرف السنارة فين المهم ان السنارة دي اساسا ما بتبقاش موجودة في كل المنشاط يعني المنشاط كلها بتبقى متزعة ممكن ترجع موضوع السنانير والاعلام والكلام ده انت عارف وانا عارف ان ما بقاش فيه في مصر لأولتراس ولا روابط مشجعين ولان كان المسمعات فالناس اللي بتروح دي بتروح كده فواحد راح مع السنارة ماشي صاحب السنارة ده اخدها وراح ما راحش المطش اللي بعده هو حرة عادي بدليل زي ما بقولك لو رجعت تتفرج ممكن هتشوف عادي جدا ان فيه اعلام معينة او صنانير معينة ببقى انك خبير يعني في المدرج وكده مرفوعة في مطش وفي مطش لا لا عادي يعني الحاجة الوحيدة اللي تقريبا بتبقى شبه سابتها البنر اللي بتعلق فوق ده سواء في مطشات الاهلاء او في مطشات الزمالك. بس المهم المهم خلينا نروح للنقطة الاهم. لو انت شايف ان هي بالامر وكده ففي روابط مشجعين فانت كده بتتكلم ان في روابط مشجعين انت على علم بيها ده متهالي بالخلاف مع القانون اللي بيمنع وجود روابط مشجعين حاليا في مصر واللي جنان عليه اولتراس اهلاوي قرروا ان هما ما يكملوش وحرقوا البنر ومفروض ان اولتراس وقتنا يتسألونا احنا ملناش وجود وكل الروابط بتاعة الولتراس في مصر يعني مفروض ملناش وجود رسمي فحضرتك كده بتحرد على حاجة تانية ان فيه روابط وشغالة وبتاخد بالامر وبتشتغل وانت عارف ان هما موجودين وانت مبلغتش وما قلتش حاجة فمتقال انت ممكن لو حد منهم يتمسك يسواحك يقول ان ان انت اللي كنت بتسواحه وتقوله وروحه ويعمل ومش عارف ايه ويوديك وراء الشمس مش عارف بس برضو مش موضوعنا مش هنتكلم في النقطة دي يا استاذ كريم خلينا نرجع للنقطة الاهم زي ما قلت لك نقطة الانتصار الاقتصادي الجميل اللي باين على نادي الزمالك للسيد مصر ويا ريت يا ريت ان شاء الله الفترة الجايبة بانه معاكم فلوس وجامدين انتو كده نتفرج عليكم في المركاتو لان انتو في المركاتو ده بيتو عاملين زينا كده عشان احنا كلنا معناش فلوس عادي برضو كل ما تشوف حاجة مسلا انت عجبك عالفيسبوك تقول له بكم دي والنبي ده الزمالك في المركاتو كل ما يشوف العيب حلو والله ما عايش والله المركاتو الجاي ان شاء الله فيعني اصوص كريم لو رايين تجيبوا صفقة ولا ناوين تعملوا حاجة بانه اقتصاديين جاملين كده وبتكسبوا وانت اصوص منتصر يعني يا ريت تفرجونا ولا انتو هتقضوا المركاتو كله